موسيقى مساء الخير وإلى حلقة جديدة من منشات المساء لهذه الليلة ضيف هذه الحلقة رئيس تحريص صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام موسيقى بداية أسبوع سياسي يتميز بحماوة مع اشتداد السجالات على أكثر من محور سياسي حكوميا وانتخابيا وملف التجنيس الداخل بكوة إلى المشهد فالانتخابات محاصرة بالطعون وقانون موازنة محاصر بطعن أبطل ستة مواد من بينها المادة 49 التوطينية ومرسوم التجنيس يتسلل على رؤوس الأصابع على شكل تهريبة محاصر بالطعون أيضا فيما السلطة التي هربته تحاول التغطي عليه اليوم كل هذه الأحداث تتزامن مع انطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة تواجه سلسلة من العقد الداخلية على جبهات عدة لا يعرف حتى الساعة ما إذا كانت ستؤثر سلبا على ولادة الحكومة العتيدة أي مسار لمرسوم التجنيس؟ ماذا يخفي التكتم عليه؟ وهل ولادة الحكومة متعثرة؟ معنشاة المساء تستضيف الليلة رئيس تحري صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام نرحب به كما نرحب بأصدقائنا المستمعين عبر صوت لبنان وصفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 مساء الخير وأهلا وسهلا فيك رئيس تحريص صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام صلنا زمان عساسكين في انتخابات وانقطعنا أهلا وسهلا وسهلا للمستمعين الكرام أهلا وسهلا فيك بداية خلينا اليوم كان فيه اليوم محاسب إذا بدك تقول لهذه السلطة السياسية بمحلين بملف التجنيس وأيضا بملف قنق بالانتخابات يلي صارت والطعون يلي عدت تقدم تباعا قبل سبعة قبل ستة حزيرة بموضوع ملف التجنيس قبل ما فوت إلى تفاصيله اليوم صار فيه تطورات كتير كان فيه واضح إرباك السلطة بس فينا نعرف يعني هذه السلطة اليوم واضح أن هربت هذا المرسوم واليوم عا بتحاول التغطي على هذا المرسوم بس قدر التعريف من كل هالتطورات من أعد هذا المرسوم لأنه شفنا كلهم عا بيتملصوا منه وكلهم عا بيتبروا منه شفنا عمليا وحسب التقليد المتبع يعد هذا المرسوم تعد هذا المرسوم مصارفة داخلية لأنه هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ مضمون هذا المرسوم طبعا يوقع عليه لاحقا رئيس الحكومة ثم يوقع عليه رئيس الجمهوري بعد توقيع وزير الداخلية طبعا واضح تماما أن هناك يعني مش بس بمجرد إرباكا في هذا بالنسبة للسلطة بالنسبة لهذا المرسوم ولكن هناك نوع من خجل بدأ واضحا اليوم من السلطة لأنها امتنعت عن تسليم نص هذا المرسوم للنواب الذين طلبوا لنواب حزب الكتائب ولأيضا لنواب اللقاء الديمقراطي وكما علمنا أيضا أنه وبالقوات أيضا سيطلبونا أو طلبوا تسليم نسخة من هذا المرسوم ولكن للأسف لم يتم تسليمهم بحجة أن هذا المرسوم يخضع للتعديل يخضع للتعديل على أي أساس لم نعرف أصلا لم نعرف ما هي المعايير التي تعتمدت في سياغة هذا المرسوم وقبول تجنيس 350 شخصا معظمهم السوريين والفلسطين والعراقيين ولم نعرف أيضا لماذا لم يتم الإعلان عن هذا المرسوم ولم نعرف أيضا لمن عادت الأموال التي يتردد الأموال الطائرة التي دفعت إلى أنه لمن ذهبت وهو ما هو نصيب الخزينة المنية منها يعني اليوم انتقلنا من سرية وتكتم إلى مزيد من التكتم خاصة في ضوء امتناع السلطة عن تسليم نسخة من هذا إلا إذا كمان صرنا ما نفكر أنه يخفونا أمرا ما وبدوا نحضره بخلالها للأيام هذا الواقع لم يعد الأمر بمسابة التكتم بقدر ما هو تهرب بالواقع اليوم السلطة تهربت من واجباتها القانونية والدستورية في تلبية طلب نواب الأمة في الحصول على نسخة من هذا المرسوم وبالتالي هناك شيء ما تخفيه هذه السلطة وتخجل به وتحاول أن ترمم هذا المرسوم وما قلنا اليوم نحن تم تكليف اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام بتنظيف هذا المرسوم خلينيهم بهن نقطة بالذات إذا بدنا نقول أنه اللواء عباس إبراهيم اللي هو قال أنه ما كان فيه اطلع للأمن العام على هذا المرسوم قبل أن يصدر بس اليوم موزير الداخلية بيقول أنه لما أعدوا هذه المرسوم هيدا فرجوا الأسامة على مراجع ثلاثة مختصة النشى القضائية اللبنانية شعبة المعلومات والإنتربول الدولي وأنه دققوا بكل الأسماء وعملوا كل ويش بيتهم على المظبوط يعني الحقيقة وين هلأ إذا بدنا نقول وزي داخل بيقول نحن عملنا كل ويش بيتنا اللواء عباس إبراهيم لم نطلع على الأسماء ووين صارت الحقيقة هلأ واضح تماما أن مبادرة الرئيس العماد ميشيل عون بتكليف اللواء عباس إبراهيم بمراجعة هذا المرسوم وتراقي كل الشكاء والمراحزات حوله أن هناك قرار عند الرئيس الجمهورية بإعادة النظر بمضمون هذا المرسوم وبإعادة البحث بالملابسات التي رافقت إعداد هذا المرسوم وهذا يعني نوع من التراجع بشكل أو بآخر عن هذا المرسوم خاصة وأن صدر قرار بتجميد العمل لم يصدر أي قرار بتجميد العمل كان كلامه واضح لوزير الداخلية هلأ من أصر بعبدة هناك تريض في التنفيذ ولا تجميد وأنه مصرين الرئيس عون والرئيس الحريري ويلي عنده أي دلائل تاني فيه يقدمه كمان رجعنا أنه المواطنين هن هي اللي بدون يقدموا الدلائل يعني وكأنه يعني كيف يمكن للمواطنين أن يقدم أي دليل أو يدين أي شخصية واردة اسمها في هذا المرسوم دون أن يطلع على مضمون هذا المرسوم وعلى الأسماء التي تضمنها هذا المرسوم هذا نوع من عملية غش للناس وعملية يعني نوع من تضليل للناس أنه إذا عندكم ملاحظات تضلوا أدموها طبعا عندي ملاحظات ولكن بدي يشوف مضمون هذا المرسوم حتى ابني على الشيء مقتضاء وإلا أنه فيه هناك ملاحظات من حيث المدى هناك ملاحظات من حيث الشكل وهناك ملاحظات من حيث لطريقة أعداد هذا المرسوم وتوقيع وتنفيذي التي تميزت بالتكتب والسرية ولكن أنا عندي كمان ملاحظات على المضمون والمضمون هو الأساس اليوم إذا كنا عم نقول عم بتقولي اليوم رئيس الجمهورية عم بيحاول مثل ما بيقولوا إعادة النظر بهذا المرسوم ليش لم يخضع هذا المرسوم قبل التوقيع عليه لإعادة النظر بالأسماء بالتفاصيل هل يعقل أنه مثلا يكون المرسوم مر على وزير الدخلي مضى على رئيس الحكومة ورئيسة الجمهورية من دون أي تدقيق بالأسماء ومضمون هذا المرسوم أنا أعتقد أن هناك كان نوم عجلة وتسرى في إعداد هذا المشروع وكأن كان هناك نية تهريب هذا المرسوم في الوقت الضائع بعد استخدام قالت الحكومة بعد انتاء الانتخابات النابية واعتبار الحكومة الحالية مستقيلة وفي مرحلة فراغ حكومي وبالتالي كان هناك محاولة وكأنها هي محاولة تهريب هذا المرسوم في هذا الوقت الضائع بالذات بس شو الأبعاد تبعوله لهذا عم نقول نحن بديو هربوه بهذا الوقت الضائع يعني توقيت مثلا بقوله توقيت حساس بس البعد هل إلو أبعاد داخلية أو أبعاد خارجية وعلى الأخص إقليمية سورية يعني هو المشكلة أنه تصور الحديث عن شخصية سورية مقربة من الرئيس من النظام السوري هي واردة اسمها على هذا في هذا المرسوم وهي موضع ملاحقة وموضع عقوبات دولية أيضا فهذه المشكلة الأساسية المشكلة الثانية التي أثارت الشكوك والريبة أن طريقة تهريب المرسوم أوحت وكأن هناك وراء الأطمم وراءه وكأن هناك شيء يريدون أن لا يظهر أمام الرأي العام هل هي المبالغ الطائلة التي يترد أنها ضفعت مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية من كل طرف أو من كل شخصية ورد اسمها في هذا المرسوم أما أن هناك أشياء أخرى لا يريدون الإفساح عنها بينها أسماء السلطة اللبنانية تخجل بالإعلان عنها في الوقت الحالي اليوم كنا نقول أنه ما معروف شو هن المعايير اللي أخذوا على أساس هذا المرسوم خلينا نشوف البطريارك الراعي أعتبر أنه من المعايير يلي لازم تكون هو رابطة الدم لا الأرض ولا الخدمات إذا شفنا وزير الخارجي يلي كان عم بيقول المستحقين للجنسية هم الوالدة التي تعطي أولادها مع التنبه لخطر التوطين كان عم بيحكي عن مكتوب القيد وهناك من هو مفيد للدولة كصاحب الأعمال والسمعة الحسنة وكل من للدولة مصلحة بمنحية الجنسية يعني هنا صار فيه دغرة عارض مع البطريارك الراعي بهذه النقطة وإذا جينا شفنا كمان النائب نديم لجميل حزب الكتاب لما عم بيقدم كمان كتاب أو طلب الاستحصال على النسخة كان عم بيشدد على معايير التوازن الطائفي التدقيق الأمني والإداري والمعايير يلا اعتمدت لاختيار أسماء دون آخرين من الأسماء اليوم قدرنا نعرف وين المعيار الصحيح لمنح الجنسية شوفوا بالواقع أن رابطة الدام ليست محترمة في القوانين اللبنانية لأن الأم اللبنانية لا تستطيع أن تعطي أولادها الجنسية اللبنانية إذا كان زوجها غير لبنانية هذه مشكلة اجتماعية تكبر في لبنان وكلنا نعلم أن حجم النضار الأمهات اللبنانيات من أجل هذه القضية بالذات أما بالنسبة للمعايير الأخرى وهي كما نقص عليها الدستور أساسا أن تكون شخصية معروفة وقدمت خدمات جلة إلى لبنان أن تكون ساهمت في دعم الاقتصاد اللبناني أن تكون شخصية مبدعة قدمت تفوقا أسفة تفوقا علميا أو اختراعا ما يفيد المجتمع ويفيد البلد أو تكون شخصية قدمت خدمات جلة أو ضحة وتضحيات وطنية من أجل مصلحة البلد هذه المعايير نص عليها الدستور ولكن هذه المعايير لم تعتمن ولم تكن هي التي تم البناء عليها في تقييم الأسماء التي رشحت في هذا المرسوم لأنه كما نعلم أن العملية المالية لعبت دورا أساسيا في إسقاط الأسماء على مضمون هذا المرسوم نحن نعلم تماما أن الدول الأجنبية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا ألمانيا بريطانيا والدول الأوروبية كلها يعني عندها نظام بمنح الإقامات طويلة الأجال للمستثمرين بقابل استثمار مبالغ معينة في النشاط الاقتصادي لمدة خمسة أو عشر سنوات يصار بعدها إلى البحث يمنحي الجنسية بعد فترة العشر سنوات ولكن ليس هناك أي دولة في العالم تعطي الجنسية بمجرد أن دفع صاحب الطلب أو صاحب الرغوة بالنظام الجنسية مبلغ من المال لهذا المسؤول أو لذاك المسؤول دون أن يستفيد البلد أو اقتصاد البلد من مكانة هذا الشخص الاقتصادية والمالية وإمكانياته في الاستثمارية اليوم اسمنا دفاع وزير الخارجية جبران بيسيل وإذا بدك تقول تنصله من هذا المرسوم واعتباره أن القصر الجمهوري ووزارة الخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة في هذا المرسوم واعتبر أن المستهدف هو العهد وذكر كمان إذا بدنا نقول أنه بربطه بتوطين بالموافقة الفريقية يعني الأفريقاء الآخرين توطين مليون ونصف مليون سوري بلبنان اليوم موقف الوزير جبران بيسيل ليش بد يكون عاب يتنصل من هذا المرسوم يعني ليش بد يكون هو عم بقول أنه ما خص أصرب عبده بالعملية المشبوهة من؟ مين اللي خصه؟ يعني أولاً هذا المرسوم لا علاقة له بالتوطين وهي له نصف نازح سوري أصلاً رفض التوطين السوريين والفلسطينيين هو موضع إجماع كل اللبنانيين على اختلاف أحزابهم وطوائفهم وبناطقهم ورغم كل خلافاتهم هم اتفقون على رفض مبدأ التوطين للسوريين والفلسطين لا أحد يحاول أن يتاجر بهذه النقطة بالذات أو أن يحاول أن يضلل رأي العام من خلال هذه النقطة وأن هذه الضجة الهدف منها تمرير توطين مليون ونص سوري لا كلام مش دقي خلينا نقول لك أنت برئيس الحكومة اليوم سعد الحريري حتى الآن لم يتخذ أي موقف من هذا المرسوم هناك صمت مطبق في السراي الحكومي أي توضيح بهذه النقطة؟ كيف لازم يكون؟ يعني ما بعرف إسمعنا أصرب عبده ووزارة الدخلي بس ما سمعنا الشيء إذا كان الرئيس سعد الحريري قد أحيي تعلم بتفاصيل الضجة الضجة التي قامت حول هذا المرسوم لأنه كان موجود في المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة رجع قبل بعد ما صره 24 ساعة رجع وبالتالي أنا بتصوّق لابد أن يأخذ بعض الوقت والإطلاع على بعض الملابسات وخلفيات ما يجري قبل أن يحدد موقفا واضحا البعض هناك خشية من أن يكون هذه الأسماء للنافذين السوريين المقربين من النظام الموجودين في هذا المرسوم عم بيحضروا لمرحلة المقبلة يلي بدأت تكون مرحلة التنسيق مع النظام السوري وكان واضح اليوم كلام السفير السوري مقبلون على تفعيل التنسيق بين لبنان وسوريا نقطة حساسة بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الحريري برأيك كيف سيتعاطف فيها هذه النقطة أنا ما أريد أن يسأل هل التنسيق بين بيروت ودمشك تطلب تجنيس مجموعة من الرجال النظام بس أني كمان كله الرجال أعمال يمكن كمان للاستفادة من إعادة الأعمار وتمرير صفقات يعني اليوم اليوم مفروض الرجال أعمال لبنانيين مفروض أن يتجنسوا بسوريا بسوريا حتى يستطيعوا لكن أنه عمال التجنيس لتغطية يعني أعمال السوريين في لبنان لتغطية بعض الأعمال غير شرعية يبدو والهروب من العقوبات والملاحقات الدولية بحق بعض الرجال الأعمال السوريين المحصولين والمقربين بها النقطة بالزيد هل يستطيع القطاع المصرفي أن يتحمل مثل هذه الأعمال اللي بتخلينا نحن في عنا العقوبات على حزب الله وهلأ سلنا بدنا نزيد عليهم هذه العقوبات كيف بدو اللبناني عايش أنا أعتقد أن النظام المصرفي اللبناني قادر على فلترة مثل هذه العمليات بشكل حاسم وحماية نفسه من أي تدعيات عقابية أمريكية أو غير أمريكية تأتي من الخارج بسبب سوء تصرف هذه المجموعة أو غيرها من المجموعات التي الملاحقة من قبل المنظمات المالية الدولية لذلك أنا أعتقد أن الفلتر الأساسي سيكون هو في الكطاع المصرفي وليس في أي مكان آخر ولكن قبل أن نصل إلى الكطاع المصرفي لابد من توضيح ملابسات هذا المرسوم ولابد من الكشف عن محتوياتي حتى تكون هناك رؤية واضحة ويكون هناك فعلا بس ما سيحاسب بهذا المرسوم لحديث هلأ ما شفنا يعني اليوم شفنا ثلاث أحزاب حزب الكتائب القوات والتقدم الاشتراكي قدموا بدنا طلب نسخة لنشوفوا كلهم عم نحكي عم يحكوا بالطعن قدام مجلس شهراء الدولة هل ظروف الطعن متوفرة هل سنصل إلى نتيجة هل سنصل إلى الغاء هذا المرسوم أو ماذا شف أولا هذه الضجية المصارحة حول المرسوم هي تنال من سمعة العهد تنال من نزاهة الحكم وبالتالي تنال من فعالية السلطة الحالية وبالتالي يعني هناك تشويه لصورة العهد بسبب هذا المرسوم وهناك أذى لحقاب السلطة اللبنانية في الوقت الذي ينادي به رئيس الحكومة ليل نهار بالتسهيلات لتنفيذ مقررات مؤتمر سادر واحد وبالتالي يعني اللبنان تأذى السلطة تأذى والعهد تأذى من طريقة التي تم فيها إخراج هذا المرسوم كيف يتم إنقاذ العهد والسلطة من هذه الورطة يعني هذا يقتضي سلوك طريق القانون والدستور بشكل واضح وصريح إما أن يتم إلغاء المرسوم وأما أن يتم الكشف عن مضمونه والدفاع عنه بمقنع وبشكل قانوني وهذا حتى الآن لم يحصل لم يتم الإلغاء المرسوم ولم يتم كشف مضمونه وبالتالي هذه الورطة مستمرة وسيدفع تمانوها أطراف السلطة المعليين لأنهم لم يحسنوا تدبير إخراج هذا المرسوم كما يجب أن يكون مجلس شورة الدولة هل اليوم بتعتبر رح يكون يعني رح يعطي بهذا النقطة بالزيت الحكم الصالح رح يكون عنده القرار ما يكون مسيس ما يكون أي شيء ما فيه ضغوطات عليه شوف للأسف أنه ما فينا نقول أنه قضاءنا بعيدة عن الضغوطات السلسية لكل أسف أنا أقول هذا وهذا الوقاعة تثبت ذلك وبالتالي ليس هناك يعني نحن لنملك الثقة في القضاء ولكن نحن لا نضمن عدم حصول ضغوط كبيرة على المعنيين بالمؤسسات القضائية بالهيئة القضائية للتخفيف من صدى أو من أبعاد هذا المرسوم ولذلك حتى لو حصل أن مجلس شورة لم يبطل هذا المرسوم ولكن الشعب أبطله المعارضة النيابية أبطلت هذا المرسوم سياسيا ولكن هلأ أبطله قانونيا هذا يتم بحركة احتجاج شعبية واضحة اليوم عم نشوف أن الحكومة بالأردن استقالت بسبب تظاهرات يعني على يومين أو ثلاثين بسبب رفع الأسعار نفس الشيء بالنسبة اللي ممكن حصوله في لبنان هل بتخشى يكون هيدا المرسوم بداية لتطبيق المادة 49 من قانون الموازني يلا أبطل المجلس الدستوري وهيدا المادة 49 يعني التوطينية بتحس فيها نوع من الالتفاف يعني بالواقع المادة 49 كانت مادة فطفاضة توطيح المجال للتوطين للألاف من القادرين طبس نحن بعدنا بأول العهد ما تنسى يعني يمكن أن يكون أنه هي بداية هذا خاد الخوف أنه عادة جرت لعادة أن مرسيم التجنص تصدر في نهاية العهد قبل شهرين أو ثلاثة من نهاية العهد هذه المرة صدرت في بداية أول سنتين من ولاية العهد وبالتالي هناك خوف أن يكون هناك مرسوم ثاني وثالث ورابع هذا هو اللي أكد عليه اليوم الوزير جبران بيسيل دعا رئيس الجمهورية إلى الاستمرار وكأنه عب يوعد إلى الاستمرار بإصدار أنا لم يتحلل الاجتماع مؤتمر الصحفي كاملة ولكن يبدو أنه في إصرار إذن على لممارسة هذا النوع من التجنيز مقابل هبات مالية ضخمة يجب أن نطرح هنا السؤال الكبير لمصلحة من هذه العائدات المالية ولتستفيد منها الخزينة نحن نعرف أن هناك دول بوضع مالي دقيق وصعب تعرض منح الباسبور لفترة زمنية معينة مقابل مبالل مالية بموجب إصالات رسمية صادرة عن خزينة الدولة وليس مقابل الأموال تطفع لأشخاص أو لمسؤولين بشكل فردي فهذا فرق كبير بالواقع اليوم يبدو أنه هذا المرسوم لحديث هلأ ما فيه جواب إيجابي بتسليم نسخ منه إلى الأحزاب يلي طالبت فيه وخاصة يعني هذا الاختبار تبع الوصول إلى المعلومات سقط نحن مجلس نواب أقر أقر الأنون سنة 2017 بشبار لحق الحصول على المعلومة اللازمة يعني هذا في أنون طيب أنون بس اليوم اليوم بلي صار ما سقط هذا الاختبار الدولي لن تسقط بهذا الاختبار المعركة لم تنتهي بعد نحن ما زلنا في بداية المعركة وبالتالي لم تستنفذ بعد كل الوسائل وكل الأسليم لابد أن هذه معركة تستمر حتى تحقق الهدف منها هذه المعركة يمكن أن تكون هي بداية الإصلاح السياسي الحقيقي في لبنان هي اليوم أنا قتبت هذا في افتتاحية اللواء المكافحة الفساد هي تكون من خلال معاكة التصدي للمرسوم التجنيس وبالتالي يعني إذا كنا فعلا جديا هذا العهد يرفع شعار الإصلاح والتغيير إذا جدي في تنفيذ هذا الشعار يدأ من هنا وأنا أعتقد أن التكليف اللواء عباس إبراهيم قد يكون هو البداية إذا صارت الأمور كما يجب أن تسير وإذا لم يكن هدف منها هو اللفلفة فقط يعني ولوين تميل أكتر إلى اللفلفة أو إلى بداية الإصلاح حتى الآن هناك مؤشرات لللفلفة وللتهرب أكتر مما هي مؤشرات للمعالجة جدية وصريحة وشفافة خلينا نقول هذا في ملف التجنيس اليوم غير استحقاء اليوم رح ننتقل إلى المجلس الدستوري اليوم بالمجلس الدستوري كان في عنا طعن بالانتخابات بدائرة بيروت الثاني 21 طعن كانوا عم يحكوا عن الشوائب التي رافقت العملية الانتخابية خاصة ببيروت الثاني وكان في اتهامة مباشرة لوزير الداخلية نهاد المشنوب يعني اليوم إذا بنا نطلع بمرسوم التجنيس ونجد نطلع شواء بالانتخابات رح نلاقي أنه كله سوا على رأس وزير الداخلين نهاد المشنوب يعني لفتتك هيدا يعني ما بعرف هده بيقدر يحمل صدينا صدينا الأعلامي والمسيس بدرجة عالي نهاد المشنوب ولكن أنا ما في شك أنه هو مسؤولياته كانت مسؤولية مباشرة على العملية الانتخابية وعلى مرسوم التجنيس وهو يعني لابد أن يصارح الرأي العام بما لديه حتى لا يساء الظن لا به ولا بالسلطة ولا بالعاهد ولا برأسات الحكومة هذا الموضوع لا يعالج بالتهرب واللفلفة هذا الموضوع يعالج بالصراحة والوضوح وبالشفافية إذا لم يتم ذلك معناته هناك في شيء غلط السلطة مصرع عليه وتريد أن تخفيه عن الرأي العام ولكن الرأي العام لن يستسلم ومستمر في هذه المعركة حتى النهاية حضرت ساعدتك أستاذ صلاح سلام رئيس لائحة بيروت الوطن رح تقدم طعن صحي يوم الأربع بعد بكرة بعد بكرة رح يكون في عنا الطعن اليوم 21 ومعكم أنتم بيصير نحن 11 مرشع 11 يعني رح نسير بحدود الأربعين طعن غدا بهاليومين بهاليومين مع بكرة بعلبك وفي دوائل أخرى كمان مع بعلبك هم تحضر طعون طب هذا العدد الكبير من الطعون خاصة أنا رح نركز على بيروت الثاني حضرتك لأنه ترشحت فيها هذا شو بيعكس هذا بيعكس أنه الواقع الأمر أنه العملية الانتخابية لن تكون عملية سليمة لن تكون عملية نازية وخضعت لكثير من عمليات الضغوط والشوائب والعيوب سواء بالممارسة أثناء العملية الانتخابية أو في مرحلة ما قبل العملية قبل يوم الانتخاب أو في مرحلتنا بعد الانتخابية مرحلة الفرز يعني مرحلة من قبل الانتخاب كان هناك 16 وزيرا وبينهم وزير الداخلية من المرشحين استغلوا مواقعهم في السلطة في حملاتهم الانتخابية ولم يكن يعني وهيئة الإشرافة للانتخابات لن تحرك ساكنا على التبار أن صلاحياتها لا تسمح بذلك طيب أثناء العملية الانتخابية تمت ممارسة أبشع أنواع الابتهاد بمندوبين لوائح المعارضة ما تم منع من دخول الأقلام بحجة أنت مندوب مرشح لو يس مندوب لائحة أو العكس تماما قبل أن تسوى الأمور في مرحلة ما بعد الظهر وكانت العملية الانتخابية قطعت شوطة وكانوا المندوبين ذهبوا إلى بيوتهم عمليات الفرز كانت لم تراعي فيها الأصول التي نص عليها القانون بمعنى أن السنديق الأوراق الاقتراع كانت تأتي بدون أن تكون مكفلة بالشامع الأحمر وبعض البيانات لم تكن موقعة من رئيس القلم عليها إضافة أنه في بعض سنديق بحالها تم تغييرها في الليل وأيضا الإنظام الكمبيوتر تم تعطيله فترة ساعتين أو ثلاثة أسناع عملية الفرز ولم يسمح للمرشحين والمندوبين بالبقاء بتوالي الليل في مراكز الفرز فكل هذه ما يعني رح تأدموه على المجلس الدستوري طب اليوم المجلس الدستوري قطع بعدة تجارب بعدة محطات وتقدم فيها الطعون وكان عطانا تجربة نجحة بهذا الموضوع اليوم بالانتخابات تبتعولوا على أداء المجلس الدستوري ما في شك لأن المجلس الدستوري يضم نخرة من كبار القضاء الذين أمضوا حياتهم يعني ما عندك مخاوف ما عندك مخاوف تدخلات سياسية في رحاب العدلة لا ليش لتدخلات سياسية اليوم على المجلس الدستوري غير فاعلي لأن هذا المجلس تحت ولايته الدستورية هو مستمر بحكم الأمر واقع وكبار القضاء الذين لأعضائي حاليا لا يخضعون لأي ضغط وهم على العلم المسبق بأنه في قرار بيستدالي وبالتالي هم يعني بيوضع بيوضع أنه بدون يخطموا حياتهم القضائية بمواقف مشرفة هذا ما حصل بالنسبة لإبطال المادي 49 من قانون الموازنة وأيضا بالنسبة للإبطال للقانون الذي تقدم بيه درائل حزب الكتائب سابقا بكل اليوم يعني بكل هالصراع السياسي القائم اليوم والسجلات اللي عم نشوفها من كان بالتجنيس ولا من كان بالانتخابات هالرح يكون إلى حضور وتأثير سلبي على تشكيل الحكومة رئيس الحكومة هلأ اجه من السعودية ما كان عنده أي كلام مبارح حتى اللي كنا نطرينه بإفطار اللي بيال ما حكي عن الحكومة معنات أنه اليوم شو هني أو ما بعرف بس أنه لحديث اللي لم تتضح القواعد والمعايير يلي على أساسها بدأت تشكل هذه الحكومة على الرغم من أنه كله بيحكي بتسريع ولدتها بالواقع ليس هناك يعني مؤشرات تدل على أن الحكومة ستولد في القريب العاجل أو في مرحلة قريبة يعني جدا لأنه المواقف متباعدة بين الأطراف السياسية الخلافات تحتدم أيضا بين الحلفاء يعني تفاهم ماذا بقي متفاهم معراب مثلا يعني وبالتالي السرعات المذهبية داخل المذهب الواحد أيضا محتدمي على المقاعد وعلى الوزرات الدسمة وبالتالي أنا لا أرى أن هناك تشكيلا قريبا للحكومي بس اليوم بها الساعات الماضية لفتنا في تحرك دفع من حزب الله على خطوط الاتصالات يعني شفنا اجتماع بين الأمين العام لحزب الله مع الوزير جبران البسير شفنا وفد من حزب الله عم بزور أيضا النائب السابق وليد جنبلات هذا الدفع هذا الدفع من حزب الله لتشكيل الحكومة وكأنه بده حكومة بسرعة وعن يجرب تزليل العقبات وكأنه هون كمان عم بيطوّع دور رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيل الحكومة يعني ما في شك أن حزب الله يتصرف بكأنه هو الطرف المنتصر في الانتخابات النيابية وهو الرقم واحد في السلطة السياسية وأكاد أقول أنه هو المرشد الروحي للجمهورية اللبنانية وبالتالي يعني اللي عم نشوفه أنه التدخل حزب الله بالنسبة أن هذا الفريق أو ذاك الفريق يحصل على تسلسل معطل ولكن اليوم نتاج الانتخابات فرزت معادلة جديدة في البلد أعادتنا إلى مرحلة ما قبل 14 أدار 2005 وبالتالي يعني اليوم نحنا الفترة اللي كنا نقول فيها الأكسرية لـ 14 أدار ومقابل الأقلية لـ 8 أدار معادلة موجودة صارت الأكسرية إلى جانب يعني هلأ الرئيس حرير هو يلي بديت بالتلسل معطل؟ يفترض على الأقل أنه الرئيس الحرير يكون بيده التلسل معطل إذا ستعذر عليه الحصول على نصف زايد واحد هو هو حلفائي ولكن بإمكانه اليوم يعني التحالف هو مقتصر تقريبا على التيار وطني الحر ويعيد ترميم علاقته مع القوات اللبنانية فبدل السلسل معطل أسهل الحصول عليه من النصف زايد وبيقبل اليوم رئيس الحكومة سعد الحرير لأنه يكون في حكومة أن يكون موجود أو عبي عبي ترقص حكومة بيعرف أنه القرار الرئيسي فيه هو لحزب الله أنه ما رح يكون فيه إله هامش من الحراق خاصة أنه هلأ حزب الله داخل بحضور وازن إلى هذه الحكومة وبيحصوله أيضا على القرار الاقتصادي يعني قبل كنا عم نحكي بالقرار الأمني والسياس هل عم نحكي بالقرار الاقتصادي يلي هو كمان رئيس الحكومة كان يعتبره متنفس يعني لا يتحركوا فيه يعني بالواقع الحكومة المستقيلة حاليا لم تكن لم يكن الحزب الله هو الدينمو المحرك فيها وهو صاحب الكلمة الفصل في قراراتها الأساسية والمفصلي هذا موجود يعني من فترة بالبلد يعني للأسف أنه نحن مجرد ما قبلنا التشكيل حكومة فيها حزب الله رغم وجودة في سوريا معناته نحن خضعنا لشروط حزب الله ولم نشكل حكومة وفق الشروط التي نحن كنا ننادي به أو التي طرحناه وبالتالي نحن سلمنا بهذا الأمر الواقع الذي قاضنا إلى ما نحن عليه اليوم ولما سلمنا بهذا الأمر الواقع سلمنا أيضا بالتسوية التي أوصلت العماد ميشيل عون إلى السلطة واعتبر حزب الله وصول عماد ميشيل عون إلى رئاسات الجمهورية هو انتصار له يعني بطريقة نحن اليوم كرسنا وجود هذه الحكومة وهذا العادي في محور الممانعة إذا بدنا نقول من بعد ما أنا أقول كرسنا وجود الدولة اللبنانية في محور الممانعة أكثر من وجودها في المحور العربي لكن اليوم الدور السعودي على ماذا يقتصر زيارة رئيس الحكومة إلى السعودية التوجه السعودي شفنا عدة زيارات انفتاح السعودي على كل الأفريقاء كيف اليوم بتختصر الموقف السعودي طالما أنه معاش في عندك طريقة لإعادة هذه الدولة إلى محور قريب عربي طالما كرسنا وحطنا بمقوار الممانعة السعودي اليوم شو توجه بالواقع الدور السعودي والدور التقليدي دائما هو في الحفاظ على أمر الاستقرار في لبنان على الحفاظ على الوفاق بين اللبنانيين وعلى تجنيب لبنان أي اهتزاز أمني هذه الأولوية في السياسة السعودية تجاه لبنان ولكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تساهلا سعوديا أو سقوطا سعوديا أو تسليما سعوديا بأن لبنان يصبح دولة في محوار الممنعة أو في المحوار الإيراني عمليا وبالتالي نحن بانتظار ما ستكون عليه الأمور في المرحلة عم بتراهن عم بتراهن على قسقصة أو على تطويق النفوذ الإيراني في المنطقة يعني ما في شكل أنه اليوم النفوذ الإيراني في المنطقة هو مصدر إزعاج ومصدر قلق يعني ليس فقط الأطراف العربية حتى الأطراف الأوروبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يعني وبالتالي اليوم اللي تقود معركة التصدي للنفوذ الإيراني هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا يمكن هذه المعركة يعني أنه تستمر بدون نتائج يعني ولكن هذا لا يعني أن العرب يبقوا منتظرين نتائج هذه المعركة لابد من خطة عربية لابد من استراتيجية عربية لمواجهة الاستراتيجية الإيرانية بالتمدد نحو الدول العربية والعرف بأمنها واستقرارها على نحو الذي نراه في اليمن في سوريا في العراق وفي البحرين مع بداية التضييق على النفوذ الإيراني عم نلاحظ أن حزب الله يزدد قوة في الداخل هل من هذا الباب فيك تقرى مطالبته بحضور الوازن في الحكومة من بعد ما كان في فترات سابقة ما يعطيها أهمية نحن بالواقع لحظنا مؤشرا مهما ما كان يحصل سابقا وهو اللقاء الذي تم بين السيد حسن صلى الله والرئيس نبي بري في مقر الأول في مقر أمين عام حزب الله نعم نعم لأول مرة ما رشح عن هذا الاجتماع يدل على أن حزب الله يريد أن يتدخل بشكل مباشر في التأديف الحكومي في الانتخابات مجلس نواب في الحصول على حصة وزارية وفي الحصول على حصة في المراكز الإدارة العامة وبالتالي يعني هناك يعني مؤشرات واضحة على أن الحزب لم يعد يكتفي بتكليف الرئيس نبي بري بتمثيله في المفاوضات السياسية أو المفاوضات تشكيل الحكومية هو اشترط أن تكون الحصص الحصص للخل على شو بدل هذا هذا بدل على أن حزب الله يريد أن يمارس دوره كحزب حاكم في البلد هل بده يغير بالسياسة الاقتصادية ليس بالضرورة يغير ولكن يريد أن يكون لها نفوز في القرار الاقتصادي وبالتالي يريد أن يكون له حصة في الكعكة الاقتصادية يعني هون كمان رئيس الحكومة سعد الحرير رح يكون قدام محك خاصة أنه هون كأنه حزب الله عم يدفش ليكون في ساحة مواجهة في ساحة يخلي لبنان ساحة صراع موجود مع الأفريقاء الآخرين على سعيد الاقتصاد الأمن السياسي يعني أنا أعتقد أن يعني رئيس سعد الحرير أمام جملة من التحديات ليست سهلة يعني ولكن إذا كان هناك نوع من تنصيق مع الحزب يمكن لهذه التحديات أن يكون يعني يتم تدوير الزوايا يعني هل المجتمع الدولي رح يضال ينتظر تدوير الزوايا برأيك يعني في اليوم سياسة عقوبات مفروضة يبدو أنها متصاعدة حتى الأمين عامل أحزب الله حكي عنه وراح تكون متصاعدة وينتظر ذلك يعني اليوم كيف بد يكون مقاربة هذا الوضع وهذا الضغط بالواقع يعني هناك رعاية دولية للأمن والاستقرار في لبنان ليس من أجل عيون اللبنانيين ولكن ولكن من أجل أيضا الحفاظ على المليون نصف مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية لأنه في حال تعرض لبنان لأي اضطراب أمني هناك خطر عدد كبير وهلاء نازحين سيبحروا بالفجاه أوروبا وأوروبا لا تريد أن تخوض في هذا المدمار وفي هذا المغامر يعني وشفنا كيف كانوا يتصدوا لمحاولات تسلل النازحين السوريين إلى البلدان الأوروبية طيب بمطلق الأحوال رح يكون كمان الرئيس الحريري أمام تحدي إجراء اتصالات مباشرة مع النظام السوري مشان عودة النازحين السوريين شو بنا نعم ليس بالضرورة الرئيس الحريري أن يتولى هو مش الشخصية زالك ولكن يمكن أن يتولى مثل هذه المهمة لواء عباس إبراهيم على مستوى التقني وتقبل سوريا بتقبل سوريا بهذا التواصل مثلا أو إذا كان هناك وزير ينتمي إلى فريق من يقدر تولى شؤون النازحين السوريين ويتولى هو عملية التنصيق والتفاوض مع جانب السوري أيضا هذا ممكن يعني أنت طالما رضيتي أن يكون معك بالوزارة حزو الله الموجود في سوريا ورديتي أن يكون هناك وزراء ينتمون ومحسبون على النظام السوري في الحكومة فمسا يمنع أن تقبل بأن يكون هناك وزير يتولى التنصيق مع الجانب السوري بس نحنا شفناه بمراحل سابقة لما أحد وزراء التيارة الوطنية الحر عمل اتصالات وحتى وزير حركة أمل مع النظام السوري رئيس الحكومي كان عنده مشكلة بالموضوع وقال له ما فيك تعمل هالشي اعترضة ولكن حصل ما حصل لم يمنع لم يمنع ما حصل وبالتالي اليوم طالما عم نقول أنه الأكثرية في الأقومة ديما ستكون إذا في مجلس وزراء قرر ماذا سيكون موقف رئيس الحكومي يمتنع عن التصويت أو يعارض مثلا ولكن أكثر منه هل يستطيع أن يمنع تزهاب وزير إذا كرر مش وزراء يفاد وزير إلى دمشق هل يستطيع أن يمنع إفاد وزير إلى دمشق ما بيضي هو ساعتها أمام واحد من الاحتمالين إما أن يستقير أو يعتقف ما هيك وبالحالتين رئيس السعاد الحريري ليس بهذا الوارد يعني ما عندك ما في بمسار التأليف اليوم عندنا عقبات رح تطول التأليف إلى متى مثلا بتشوفها أنا ما شايف عملية أسابيع آه مش قبل العيد لا 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 أكيد لا قبل العيد نحن اليوم بعد عنا عشر أيام فقط يعني لا قبل العيد قطع ما ما في حكومة قبل العيد وهل رح تكون كمان متل ما أخذت حكومة الرئيس تمام سلام بالأشهر بتوقف بتوقف على الأطراف السياسية لأخرى كيف بدها تنظم مطاليبها يعني وبالتالي وقديش بدها تسهل الرئيس المقلق على أكيد حزب الله مستعجل التأليف آه لدرورات يعني معروفة سلطة العقوبات والدعيات ومضاعفاتها ولكن هذا لا يكفي يعني فيه عقد جدية آه يعني جزء منها أساسي اليوم السراع على في معركة رئيس الجمهورية المقبلة يعني اليوم آه بلشنا فيها من اليوم يعني للأسف بلشوا فيها باكرة وبالتالي العملية مش انه وزير زيدي لهذا التقتل أو وزير بن نائش لزيك التقتل يعني المسألة صار لها طابع انه تنافس صريح وواضح على رئيسة الجمهورية في العهد المقبل يعني وكأنه واقع غدا الانتخابات للأسف يعني اليوم بهيدا الإطار انحكى كتير عن حصة الرئيس وحصة رئيس الحكومة حصة رئيس الجمهورية هي منا موجودة بدستور طبعا بس ولكن آه مشت بالعرف وما زالت وهلا اليوم رح كان فيها هيدا الصراع رئيس الجمهورية له حصة فرئيس الحكومة بده يكون له حصة شوف حصة رئيس حصة رئيس الجمهورية كانت في مرحلة وجود الرئيس التوافق الذي ليس لديه حزبا سياسيا ولا قتلة نيابية وبالتالي اللي ما كان يتمتع بقعادة شعبية واسعة هذا ليست حال العماد مشال مشال تجربة الرئيس أمين جميل في رئيسات الجمهورية ما كان فيها شيء اسمه حصة رئيس الجمهورية وحصة حزب الكتائب كان فيها يمثل بنفس الوقت رئيس الجمهورية يمثل هو الحزب ويمثل هو حصته في الحكومة وبالتالي اليوم بدعة هادي بدنا حصة لرئيس الجمهورية حصة لحزبه حصة لرئيس الحكومة حصة لطياره ماذا تركنا للأطراف السياسية الأخرى إذن كيف نشكل حكومة أي حكومة بدنا نشكل وطنية وطنية وتوافق وطنية مظهور فخانة الرئيس عم بولدنا حكومة واحدة وطنية بس هو عب يحكي بـ 32 وزير ورئيس الحكومة عب يحكي بـ 30 وما دون يعني أي حكومة نحن اليوم هادي اللي بدأت تكون حتى حكومة واحدة وطنية أي مصير للمعارضة أي معارضة عم نحكي فيها يعني إنه بلد مثل فرنسا حكومة 20 وزير ألمانيا 18 وزير أمريكا كمان بالعشرينية العدد للوزراء الدولة العظمة كيف هالحكي يعني إنه نحن اليوم وين راحين يعني بالنتيجة إنه باس نتخفخ إنه عنا حكومة من 30 وزير وردائنا فلان وردائنا علين لنجيب لوزير ونعطيه حصة وزرية وبالآخر يعني لا في إنتاج ولا عنا أموال ولا في محاربة الهدر ولا في محاربة للفساد أي بلد هذا بدي يستمر دائما فخامة الرئيس أعلنه وعطرف إنه البلد على شفير فلس ما هيك البلد مفلس طيب طيب كيف نستمر نحن بهالحالي بدنا شوي يعني هذه الطبقة السياسية يعني نحن تحملنا فسادة تحملنا عجزها عن تحقيق المشاريع الحيوية المطلوبة للناس ولكن كمان بدأت تتحمل هي شويت يعني لأصول العمل الصحيح والحاكين والمنتج حتى تقدر تقلع بالبلد وقال لها نحن بأربعة ستين جديدة بدنا نتخبط بسلسلة من الأزمين ما بعرف فهو ما توصلنا نحن اليوم في مرحلة انحضار سريع إلى القاعة إذا ما حيكون فيه وعي بطريقة إيقاف هذا الانحضار بيكون كارسي كارسي على البلد وكارسي على الناس كلها وكارسي على هذه الطبقة السياسية نفسها كنت عم نقول أنه الحاكم الفعلي هو حزب والله بس حزب الله اليوم حطلنا بالأولوية العمل مكافحة الفساد يعني أنا ما بعرف الحكي كلهم بدون يكافحوا الفساد كلهم بدون يكافحوا الفساد وكلهم عم يمارسوا أبشع أنواع الفساد يعني خلينا نقول أنا كي بدي حكي عن مكافحة الفساد وبعد مرسومت أجنيس بهذا الشكل بهذه السرية بهذا التقطم بكل هذه الملابسات المحيطة به معاي كي بدي كافح الفساد وأنا بعرف أنه واردات الجماري منهوبي سواء في البور أو في المطار كي بدي أنا كافح الفساد وبعرف أنه كيف الشركات الكبيرة عم تتهرب من دفع الدرائب وأنا عم بحميها كي بدي كافح الفساد وأنا عم بحمي مواطن الهدر والسرقات في الإدارات العامة كي بدي كافح الفساد وأنا بعرف هذا المشروع اللي بيكلف حشو ملايين عم يتلزم بـ 80 مليون أو 70 مليون منه رايح حدر وحصص وفساد كي بدي كافح فساد بتجيب بواخر كهرباء بتكلف 800 مليون بدي الرشا بمليار و800 مليون هوني عنا دور المعارضة أين هذه المعارضة وضحت سبتي إذن إذن هذا أهميته إنه هذه كرة السلج اللي بدأها الشيخ سامي جميل رئيس حزب في البرمان السابي أن تكبر وتستمر في البرمان الحالي وأنت بدأ ما تكون معارضة فردية أو حزبية مقتصر على حزب واحد بس تكون معارضة مجموعة حزب تكون معارضة شعبية كعضتها أوسعة من الكعضة الحزبية توسيع إطار هذه المعارضة تماما تماما رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذة صلاح سلام أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان ضيف عزيز بدأي شكرك على هذه الحلقة وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من منشات المساء بجدد شكري إلى ضيفي رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلى الله وإلى فريق العمل الزميلة كارول كرم والمخرج بير جامو دعاء حمسي فرح كانت معكم من وراء الماكروفون شكرا للمتابعة